طيب دلوقتي التطبيق على كولوم زلو تعال نشوف الديستربيشن اللي ادامنا لدينا 3 شارج 3 بوينت شارج اللونج اكس اكسيس Q2 Q1 Q3 Q1 و Q2 بوستف شارج بوستف بوستف و Q3 نيجاتف الدستانس المبين Q1 و Q2 2 ميتر يا ترى اذا عرفت ان ال Q1 15 مايكرو و Q2 6 مايكرو عاوزين نقول لو كانت النت فورس اللي على Q3 الزيرو النت فورس التوتال فورس على Q3 بزيرو what's the x coordinate of Q3 يا ترى نضع Q3 فين عشان تبقى التوتال الفورس عليها بتسوي زيرو رقم واحد اذا احنا بنضور دلوقتي على الفورس على مين؟ على ال Q3 يبقى اول حاجة نبدأ نشوف Q2 Q2 بوستف 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 هتعمل ايه في النيجاتف ها Q2 بوستف هتعمل ايه في النيجاتف ايوة هتشد ال Q2 فين؟ ال Q3 في اتجاهها يبقى دا السهمة الخاصة بمين؟ Q2 هتعمل فورس على ال Q3 في الديريكشن ده اللي هو في اتجاه نيجاتف اي دا مش كده بس لزاق دي انها هتعملو في الديريكشن ده دا كمان الفورس دي اسمها 2 على 3 بقى تبقى اسمها F2 3 طيب نبص على لتشارج Q1 Q1 هتأثر هي كمان بفورس في اتجاه مين؟ Q1 طيب يبقى الفورس تانية على في اتجاه Q1 تراحة البوستف اكس و على يبقى تبقى يبقى انا عندي موجودين على ال واحدة في واحدة في بس هو بيقول لي على بزيرو هل في اي تشارجز اخرى؟ في اي حاجة تانية ممكن تديني مفيش يبقى ازا Q1 زائد F2 3 اكيد هتساوي زيرو لو عملتها في شكل يبقى F2 3 زائد F1 3 ابدأ عوض عن كل واحدة F2 3 KQ1 Q3 على الديستانس اه احطها هنا فين؟ محتاج انا ديستانس اقل من الاتنين ايه رأيك لو فرضنا ان الديستانس دي اكس والديستانس دي تكون 2 ماينس اكس يبقى في الحالة دي يبقى KQ2 Q3 على X سكوير وده في اتجاه مين؟ negative i plus K في الـ Q1 في الـ Q3 على 2 ماينس اكس لكل سكوير لو عوضنا فيها ده في اتجاه negative i وده في اتجاه positive i ومجموع الاتنين لازم يساوي اللي هينة force بزيرو من هنا اقدر ان انا اقول ببقى ان ده i وده i بخلص ممكن نشيل i Q3 مع Q3 برضو ممكن نشيلها ونعمل بعد السمبليفيكيشن اذا بدأنا نشتغل على السمبليفيكيشن نقدر نقول في الحالة دي ان الترمي ده بيساوي الترمي ده ممكن نشيل K مع K والQ3 مع الـ Q3 ونبدأ نزبط المعادلات نعملها في صورة quadratic equation معادلة تربعية Q2 نعرفها بستة مايكرو وQ1 بخمستاشر مايكرو بالتعويض المباشر هنا منقدر نطلع second order equation في الاكس طب بس الاكس كده يطلع بما انها second order لو حسبت الاكس هتطلع بالضبط بكم ببوينت سيفن فايف سيفن سيفن فايف بس خلي بالك ده وان سوليوشن طب السكند سوليوشن اه هيطلع لي برضو حل تاني هالبوينت سيفن سيفن فايف الاول قبل باشوف الحل التاني وزين تو ميتر اه معنى كده ان هي اقال من تو ميتر طب ما انا قلت دي معادلة الليها سكوير بوستف وناجاتف احنا هنا استخدمنا البوستف بس لكن لو استخدمت الناجاتف كمان هيطلع لي هنا ان الاكس بتساوي اكس تساوي هتطلع لي سري بوينت سيفن سيفن او سري بوينت فور فور تقريبا ميتر طب استنى ايه ايه رقم سري بوينت فور فور ده معنى كده ان الرقم ده ايه ده خارج الريجون بتاعي احنا الريجون بتاعنا هنا توم ميتر معنى كده انه فين في الاتجاه ده او في الاتجاه التاني طب لحزة واحدة هي لو النيجاتيف تشارج دي حطيتها في المكان ده طب انا لو عدي النيجاتيف تشارج هنا عل بعد سري بوينت سافن سافن يعني بدنا ما هقول انها في في النص لأه هحط النيجاتيف تشارج هنا طب النيجاتيف تشارج عل البعد ده صري بوينت سافن ٧ أول حاجة على نشوف الكيو 2 الكيو 2 دي إيه البوستف عاوزة تعمل إيه في النيجاتف أيوة تشده ليها معنا كده أن أنا متأكد إن الفورس التانية اللي هي كيو 2 هتعمل إيه في الكيو 1 هتعمل في الدياركشن ده يبقى الكيو 2 على الكيو 3 هتشدها في أني دايركشن في اتجاه نيجاتف I طب ما تيجي نبص كمان على الكيو 1 مش كيو 1 ده بوستف بوستف هيعمل إيه في النيجاتف هيشده برضو في نفس الديريكشن ده اللي هو في اتجاه النيجاتيف اي هل ده معناه فورس في اتجاه نيجاتيف اي وفورس تاني في اتجاه نيجاتيف اي هل ده تحقق ان التوتال فورس على الكيو سري تبقى بزيرو طبعا مش ممكن ده يحصل طيب لو كنت حطيت الشحنة دي برضو بنفس الموضع في الجنب التاني على بعد نيجاتيف سري بوينت سفن سفن هل ممكن ان التوتال فورس عليها تكون بزيرو تعال نشوف اول حاجة الكيو تو بوستف والشحنة دي نيجاتيف يبقى على طول الكيو تو هتعمل ايه هتحاول تشد الشحنة نيجاتيف لها نفس الكلام الكيو وان بوستف والكيو سري هنا اللي هي دي نيجاتيف يبقى الكيو وان برضو هتحاول تشدها لها معناه كده ان التوتال فورس في بوستف يبقى برضو مش ممكن ابدا التوتال فورس تكون بكم بزيرو يبقى في الكيس دي مش ممكن الاكس تكون برا الريجون بتاعته ميتر يبقى انا لما اجي اختاري الاجابة اكيد الاجابة بتاعت اكس تو تساوي بوسط او نيجاتيب سري بوينت فايف ميتر دي هعمل لها ايه? هعمل لها ريجكت على طول يبقى كده الاجابة دي هنعمل لها ريجكت طب تعال نشوف المسال تاني عندنا بالونز البالونز اللي عملناها طاينجة الجزار هتبقى متجمعة بالشكل ده طب ايه اللي يحصل لو مسكنا تو بالونز منهم وعلقناهم من النقطة دي وهناخد تو بس خلاص وبعد ما علقناهم تعال نعكس كده الديركشن بتاعهم اهون بس مش هناخد غير تو بالونز واول معلق تو بالونز تعال انا احنا جايبين قطعة من الصوف وبدأنا نعمل روبينج او اللي هو تدليك للتو بالونز اول معلق تو بالونز وعمل له بروبينج في اي قطعة من الفير او من الصوف الاقي ان البالونز بتاعتي كل واحدة فيهم هتبعد عن التانية بالشكل ده بالرغم من ان انا معلقهم لكن كل واحدة هتتجه في اتجاه بتحاول تبعد عن التانية ليه لان قطعة الصوف او الفيرو اللي استخدناها عملت على دي تشارج وشوحنة التانية كمان نفس اللي تشارج والاتنين من نفس النوع ممكن تكون دي بوستف ودي بوستف او دي نيجاتف ودي نيجاتف ففي الحالة دي الدستانس ما بين البوستف والبوستف تشارج وتشارج وبوستف تانية يبقى فيه بينهم ايه ها اتراكتف ولا ريبالسف فورس في ريبالسف فورس يبقى في الحالة دي بما ان في ريبالسف فورس يبقى الفورس دي اكيد لو قلت الكيو دي هتأثر على الكيو دي هتحاول تبعدها عنها هيبقى على الاقل هتعملها في الديريكشن ده. طيب انا عندي في نفس الوقت. اللي السفير دي مش ممكن تكون ليها ماس. اه فعلا هي ليها ماس. حوالي تلاتة في تن باور نيجاتف تو كيلو جرام. يبقى على الاقل كمان فيه ايه? بيقصر في ده. يبقى انا عندي قوتين لحد دلوقتي. اول حاجة. قوة هتأثر في اتجاه نيجاتف اي. وفيه جوة نتيجة اللي هي قوة نتيجة الجاذبية. هتبقى اللي هي بتساوي الماس في الاكسلريشن. الماس انا بديها لك. والاكسلريشن اوتوماتيك بناين بوينت ايت. طيب. في الوضع ده وصلنا لحلقة اسمها الاكوليبريام. يعني ايه اكوليبريام? يعني عندي هنا فورس. عندي هنا فورس. والبالون في مكانها ووقفة. طيب. البالون وهي وقفة كده. مش الواير اللي موجود هنا ده او الروب اللي موجود هنا. مش بيعمل هو كمان بيحاول يشدها بفورس. ايه رأيك? مش دي كده فورس. والفورس دي بتميل على الواي بانجل سيتا. معنى كده ان انا ممكن نبدأ احلل القوة دي. لو قلت ان هنا فيه فورس اسمها تي. يبقى تبقى اه باسمها تي كوزين سيتا. وهتبقى في الاتجاه ده اسمها تي ساين سيتا. يبقى انا عندي شد هنا تي. هحلله الى تي كوزين في اتجاه واي. وتي ساين في اتجاه اكس. يبقى احنا نقدر ان احنا بسهولة نروح اقيلين على طول ايه? ان الفورس اللي موجود